أنا الحمد لله جميلة الإسلام بقال لي دي خمس سنة لها في خطاع ناشئين لا مشاء الله كله كان بيقول لي يا شريف انت يعني مفروض يعني الستيب اللي جاية خلاص يعني كل سنة يقولولي كده فقالوا لا هي مراحل التدريب صعبة مش سهل عشان أتعلم صح لازم أخذ الخطوات صح والحمد لله دي ممكن آخر سنة يعني دي خمس سنة لها وخدت السلم تدريجي أما فريد شباب ما ده تحت الفريد الأول على طول الأقرب للفريد الأول ده حقيقي يمكن ده ده الفرقة اللي تحت فريد الأول على طول وأنا فيه تواصل دايما مع مستر كولر وكابتن سيد عب حفيظ عشان دايما اللعيبة اللي عندي لأننا الفترة اللي فات كلها كان معي مع محمد محمود ومحمود كهربا وزياد طارق وشد دوان وبلعب وبعض مباريات مصبوط كان فيه ناس عشان خلاص بره زيادة نشوفه لها بآخر مباراتين مثلا أو آخر مباراة وكان ممتاز جداً كان فيه مع مبارات فاركو كان أحرز هدف وشد رضوان وعبد الرحمن مانو آآ كل اللعيبة مش عايزة نسى حد طبعاً لهم بقى لازم أقول لك كل اللعيبة طبعاً طبعاً فالحمد لله يمكن الفترة اللي فاتت دي قدينا بشكل كويس جداً آآ لأن احنا دايماً الفريق ده فريق الشباب بزيادة كابتن اسلام بيقابل مشكلة كبيرة لأن ده دايماً آآ احنا نقول هو ده اللي بيخدم على الفريق الأول دايما صحيح آآ إن دايماً أي إصابات أو حاجة بتحصل فريق الأول يقول لك ديني آآ المجموعة من فريق الشباب المميزة اللي عندك اللي تقدر آآ تكمل معايا الفترة دي نعم بسبب الغيابات بتاعت فريق الأول مظبوط فالحمد لله يمكن أنا آآ أقول لحضرتك إن احنا الفريق ده بزيادة السنة اللي فاتت معظم القوام الرئيسي بتاعه يا في الدرجة الأولى فوق يطلع عارض مظبوط وده نجاح بالمناسبة آآ طبعاً نجاح كبير كمان ماذا اللي بقول لك ربتم اسلام الحمد لله ممكن في ناس شككت نسبياً في قوام قطاع الناشئين بعد النتائج يعني أنا كنت بشوفها نتائج جداً فريق ناشئين بيلعب مهما كان هم مش يعني مش هنقول إنه ألفين واحد ده ناشئين ولكن فريق الشباب بيلعب ما عندهمش خبرة لعب ممتاز وكذا 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 أنا بشوف إنه قدمه مباريات على قد المتاح كويس جداً ده أنا شايف إنه ده ممتاز جداً آآ والحمد لله اللعيبة اللي عندنا تدارك بتنسمي مش هتلاقي آآ قوة الشخصية والسمات اللي إحنا بنزرحها فيهم إنه هم صغرين موجودين في النادي آآ وبدليل بص كم عنصر من عناصر الشباب عندنا منتشرين في جميع الأندية في مصر حقيق إعراض كلهم ولعيبة بتكتسب خبرات وبنطلحها مش شرط كل اللعيبة المميزة اللي عندي تبقى لعيبة في الدرجة الأولى نعم بس هم خلي بالك لأ هم لعيبة في الدرجة الأولى آآ طبع ولعيبة ولاعبين في الدرجة الأولى في بقية الأندية وبالتالي أنت بتطلع مجموعة من اللعبين واللي حتشوفوا كويس حقا يكتسبوا خبرات ويرجعوا تاني بزبط وعندنا مسأل كمان أنه عندنا فوق محمد أشرف محمد كوكا أحمد كوكا بتاعنا لعيب نص الملعب عندنا رافت خليل 2004 موليد 2004 كمان وكان ميدو نبيل ظهر بمستوى جيد 2004 عندنا أحمد أشرف مستر كولر بنوز ما مواجب بي جدا لعيب فائز جدا علي عمر برضو راسترايكر محترم كان بيطلع لفترات ويرجع تاني كل اللعيبة اللي بتكلم في قدي غير بقى احنا عندنا كمان رجع لنا شادر أدوان شادر أدوان ده كابتن كان بقاله سنتين في البنك الأهلي مزبوط كان وعد من أحسن الأجنحة على مستوى العالم في المرحلة السنية بالظبط يعني أنا راح المكان الناس ما قدرتش يستفيد بيه شادر هو اللي معك كرة ده بالمناسبة هو ده وأحرز جنف في الإسماعيلي مبراط الإسماعيلي الأخيرة كسبنا 3 سفر الإسماعيلي في الإسماعيلية هناك وده زياد طريق بص الجول عمل ازاي مستوى العيدة الحمد لله على أعلى مستوى crire بسمات شخصية على أعلى مستوى فركه فريق كويس الحمد رضا وعبد الرحمن مانو لعيب على أعلى مستوى فركه فريق كويس جدا فركه قبلها كان كسبان فريق كبير فريق الزمالك يعني 6 وحد قبلها فركه كان كسبان 6 وحد 6 وحد قبل الم exceeds بطاعة 6 وحد 6 وحد 6 وحد والله النتيجة دي فركه فركه والله كلابه صحما كلابه صحما نفس النتيجة فالحمد لله احنا الفترة اللي فاتت ادينا بشكل كويس العناصر كلها بتاعتنا فيه عناصر مبشرة جدا تخدم الفريق الاول واطليق انها تشارك في الفريق الاول كمان ان شاء الله يعني